بسم الله الرحمن الرحيم أعزائيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة تورت التين وأنا داخل كده لأن زي ما قلت لحضراتكم الفيديو اللي فات كل ما أشوف التين أقول وأنا راجع صوره أنسى وتقريبا يعني أنا اتأخرت السنادي قوي أن أنا أظهر لحضراتكم التين البرشومي عموما التين النهاردة جملة بـ 30 جنيه طبعا من يوجي بناء قبل كده أكتر من مرة من 15 لـ 25 في الحقيقة الفاكهة السنادي مع الحرب يعني ما بتعودش يعني شوفوا حتى التين لسه نازل شوفوا مفتح ازاي هو بيقى مفتح كده بس برضو يعني الحرارة مقصرة آآ عليه المشي مش مشي على خمسين جنيه البرقوق مشي على خمسين وستين آآ الطاع تسعين الأفريكانون اللي هو اللي يعني بيزرق في مصر دلوقتي هو اللي في السوق حتى العينب يا جماعة احنا شفنا الفيديو اللي فات يعني ودي الملوك اللي هو بيظهر اخر حاجة بعد الكريمسون ظهر بخمسة وعشرين جنيه واللي هو فيه البزر الكبير والكريمسون بخمسة وتلاتين واللي انا بالبنات والفليم والسبيريو يبتدوا يقلوا من اه السوق يعني على ما يبدو كده ان برضو موسم اللي انا بيودع طبعا المانجا نزلت فاااا كمان الكميترا كل سنوات طيبين جبتها لحضراتكم الكميترا الايرلي اه المينيا والصحراوي بتلاتين وبخمسة وتلاتين وبرضو الجوافة كل سنوات طيبين جوافة الاليوبية اه نزلت فالموسم بتاع الفكهة في الحقيقة يعني بيجري كده اه ورا بعضه سبحان الله ربنا باركيونا في الوقت ويبارك لكل واحد في اه صحته وفي رزقه المانجا احنا جبنا لهذه الوقت تقريبا خمستاشر من مانجا جبنا التايمول والهندي والسنارة والااا الكوبانية والكنبورس والجولك والصديقة صدر الحمانة والدبشة وابض العجل والقويس والفونس والمانجا كلها امون اسعار بتتروح من خمستاشر لاربعين اه جنيه والزبدة كمان بعشرين اه جنيه اه الخضار طيب اه نقول طب اسعار الفلفل الفلفل نهاردة الفلفل الرومي من خمسة لعشرة ادنية والفلفل الشطة من تلاتة لسبعة الامجا من تسعة لعشرة البتنجان الرومي واموما البتنجان كله اسعار يعني من ستة لتسعة بتنجان الرومي من ستة لتمانية العروس من ستة لتسعة البيض والمخدد من ستة لتسعة جنيه قلت لحضراتكم البتنجان هيفضل تثابت على الاسعار دي لغاية شهر تمانية يعني هنتهيب انزل بقى ايه العروة الجديدة اللي هي بقى الطرية والقومة اللاغدر والزرع النظيف ان شاء الله الجزر بيقل من سوق طبعا احنا قلنا قبل كده اكتر من مرة الشقرة دي عشرين كيلو حتى هي سبتاشر سبعتاشر والجزر في التلاجات وبينزل السوق من التلاجات الكوسة النهاردة جماعة اسعارها عالية والكوسة وصلة لتلاتاشر جنيه واربعتاشر وفيه كوسة كمان بخمستاشر جنيه الجزر ما قلتش الجزر اسعار من مية وعشرين لمية وستين الفرنسا والياباني من مية وتمانين لمئتين جنيه جزر الشركة كمان اه غالي ابتدى يبقى قليل في السوق القتة من الثمانية للعشرة اللمون من عشرة جنيه لخمستاشر اللمون القديم واللمون الجديد آسف اللمون الجديد هو من عشرة لخمستاشر واللمون القديم لاتنين وعشرين تلاتة وعشرين اللي احنا بنشوفه في السوق القطاع بثلاثين جنيه الحمد لله برضو ان هو مش باربعين وبخمسين قرب اللمون يكتر وان شاء الله الزتون برضو قرب ينزل وهنجيبوا لحضراتكم بكل انواع اللي بتفرج على الفيديو ده الاول مرة احنا في سوق العبور اليوم بنتكلم على الفكه والخضار والسمك وبقول اللي رب العالمين بيسيبش اي نوع إلا لما بنجيب كل أصنافه والأسامي اللي فيه والدرجات اللي فيه الطماطم من مية وخمسين لمية وستين والعدات الكبيرة من مية وتمانين لمتين وعشرين البصل الأحمر من أربعة لسبعة واللبيض من سبعة لتسعة والذهب يأغلى شوية الأحجام الكبيرة كمان والثورة وصل لتمانية جنيه وتسعة جنيه الطم بقاله فترة كبيرة هيثبت على كده من خمسة واربعين لخمسة وستين الطم لا بيض والحمر بقرشه البطاطس ده ما قلت لحضراتكم التقليق خلاص النوالة بتقرب تخلص شغلنا في التلاجات معظم أنواع البطاطس في السوق العالية نوالة والتلاجات ما بين من سبعتاشر لتسعتاشر ونص عشرين جنيه البطاطس يعني الأقل شوية في الجودة فيه باربعتاشر وخمستاشر وستاشر جنيه اللي فيها بقعة اللي فيها اللي فيها كسر جبت لحضراتكم كل الأسامي دي والأصناق دي من البطاطس الخيار من 6 إلى 14 جنيه الملخية من 5 إلى 10 جنيه يعني نقدر نقول أنه النهاردة الخيار أسعار مرتفعة الجازر أسعاره مرتفعة الطماطم تعتبر ما بين المتوسطة والمرتفعة 150-160 وسط الـ 180-120 الكوسة أسعار مرتفعة بالفعل من 6 إلى 15 جنيه الكوسة المجرحة والكبيرة ب 6 جنيه والكوسة النظيفة بخمستاشر على الفكرة فيه ناس عندها كوسة بستاشر وسبعتاشر مرة تانية الطماطم طبعاً الطماطم دي برضو جودة عالية من الطماطم الطماطم البلاحية دايماً والطماطم الدسيرة الرفيعة اللي بتستحمل درجات الحرارة بتبقى دايماً غالية القادة من 8 إلى 10 جنيه قلت لحضراتكم جميع أنواع طب البامية البامية من خمستاشر لتلاتين جنيه خضره الصعيد بتلاتين جنيه البامية الكبيرة في الحجم فيه من سبعة لتمانية لغاية خمستاشر جنيه وبرضو قلت لحضراتكم قبل كده الزرع دي يعني شوية الحاجات اللي قدامي دي تقريباً كده يعني تفرج بقى ايه على الجودة يعني شوف الجودة عاملة زي في الفلفل بقى ايه اللي تجودة طبعاً ايه اللي تجودة مع الحر وبعدين الشكرة يعني الراجل بيفتحها كده من النص بالطريقة دي علشان يشوف فوق زي تحت ولا لا على فكرة ايه يعني اه هنتكلم شوية على السمك ان شاء الله يعني احنا اتكلمنا على الخضار والفكهة ايه دروحنا هول السمك السوبيا اللي فيها بود السوبيا السوبيا دي بتبقى غالية شوية بسمه السوبيا الخضرة بمتين وخمسين تلتمية تلتمية وعشرين الدراب مية خمسين مية وستين مية وسبعين البوري والهليلي والتبارة ومعظم الشغل بتاع البوري اه مزارع اسعار بتتروح من مية وعشر مية وستين مية وسبعين جنيه اه ام الخلول والناس اللي زعلانا مننا لا رشيد ودميات مش زعلانين اللي زعلانين من الناس في العريش كنت عملت فيديو اه شورت فيديو مع حد وقال لفظ كده مش حلوة على يعني اه بحر العريش مفيش الكلام ده يا جماعة طبعا الناس دي على ادماغنا وعلى رأسنا وصيادينهم على ادماغنا وعلى رأسنا الم الخلول من ميتين جنيه لتلتمية جنيه وخير البلح بلح البحر والخيار الخيار غالي اللي قدمنا ده بلح البحر بمية وبمية وخمسين جنيه حسب الاحجام جيبنا قبل كده الخيار الخيار بتبع بالواحدة مش بالكيل طبعا البلح وكل انواع الكواقع والصدف برضو جيبناها قبل كده دي عيون موسى بتاعة المطارية دي اهلية ودي بمية وخمسين مية وآآ لغاية من تمانين لمية وخمسين مية وستين عيون موسى غير البحر الاحمر ودي المنزلة دي عليها دي طبعا الاستكوزة استكوزة صغيرة في الحجم الف ومتين الف وتلتمية الكبيرة اللي هي الرملي البني آآ من الف وكمسين مية للمتين شوية سوبيا صغيرين هم الصيد ما شاء الله لوحد يحطوا واحدة من دي في السنارة ويرمي بقى ويستنى زمكة لوت آآ آآ او قروصة آآ كبيرة اعزائي المشاهدين شكرا لكم السلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة